لا أجرى نبغي لها وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصابت طوى وعيتا هو وسيلة ويأزله عزم لنا دفاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته برحمة الله وبركاته في سيشان جديد مع الهايبرنات النهاردة هنكمل الملطوع الخاص بالهايبرنات والجي اس بي والسلملت هنعمل الابديت وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان انا اي عمليات بعد ما اكون كريت اول مرة التيبل بغير من كريت لابديت يعني في السليكت في الابديت في الابديت هغير هنا وخليها ابديت خلاص كده انا مشاجه عند الملف ده تاني بقفله خلاص باستخدم نفس الملف الخاص باليوتل طبعا انا شغال في نفس المشروع اللي اسمه داتا بيز تمام نفس البروجيكت عليه طبعا اللايبرات الخاصة بالهايبرنات والخاص بالدرايفر هبدأ اتارية مجموعة من الحاجات الجديدة الخاصة بالابديت هستخدم نفس الانتيتي اللي استخدمناها المرة اللي فاتت واللي مسجلينها في الهايبرنات هبدأ اتارية جي اس بي خاصة بالابديت وهاخد فيه مجموعة من الداتا المثال الخاص بنا النهاردة هنتخيل ان انا عايز ابديت كل الداتا الخاصة بالموظف ده نفترض يعني ان الداتا الخاصة بيه كلها محتاجة تغيير تمام؟ هبنقول ان الاكشن الخاص بالجي اس بي دي هيروح على سيربلت اسمه ابديت موجود في البروجيكت اسمه داتا بيز والمثال الخاصة بيه هي دو جيت الديفولت لو هي البيانات دي فيه حاجة سيكريت هنشتغل على دو بوست وباخد مجموعة من الداتا من اليوزر ال ايدي والنيم واللاست والبوزيشن والسالري وكارية سمت بطن وسميته ابديت فوق هنا هيرجع على نفس الصفحة طبعا فهنتبع مسج لي ونقول له يور داتا ابديت تمام؟ جوه السيربلت هبدأ اكاري السيربلت وهاخد مجموعة من الداتا من اليوزر من اهمها الايدي تمام؟ على اساس ان انا اعرف ان اليوزر ده هو اللي حضرتك عايز تعمله ابديت هاخد الايدي واخد النام واخد اللاست واخد الموزيشن واخد السالري طبعا يعني ما فيش حد بيعمل ابديت للنام واللاست نيم بس يعني ده مسال تخيولي يعني ان هو هيحتاج يغير مجموعة من الداتا مع بعض مثلا في تابل هنبدأ ناخد الداتا دي ونحطها في الستر الخاصة بالميسوز اللي موجودة جوه ايه جوه الانتتي اللي اسمها انبلوية بعد ما اخد كل الداتا من اليوزر طبعا الاسماء اللي هنا هي عبارة عن الاسماء اللي موجودة جوه الانتتي تمام؟ خدت خلاص الداتا هعمل كلاس اسمها انبلوية ام اللي احنا عملناها من المرة لفاتت هكاريت فيها مسل اسمها ابديت امبك وابعت لها بقى ايه ابعت لها الانتتي او الابجكت من الانتتي اللي بقى فيه الداتا ده تمام؟ هروح بقى للكلاس دي نشوف الكلاس دي الميسوز اللي جواها عاملة ازاي؟ نفس الستراكشور بتاع الميسوز اللي احنا تعودنا عليه بس الفرق ما بتاخد ابجكت منين من الانتتي الابجكت ده خليهم بقى مليان داتا تمام؟ مش بتراترنا اي شيء وابقول له station.update وفي الحالة دي هو اللي احنا عملنا select او عملنا get the id الخاص باليوز اللي احنا معانا ال id فعلا تمام؟ ما عملناش update لداتا معينة احنا بنupdate كل الداتا تمام؟ يبقى الميسوز ديها تنفع لو انت عايز تupdate كل الداتا اللي عنده هدرتك تمام؟ بس هروح نرنه نرنه تمام؟ هيبدأ يجيب لي هدخل رقم مثلا اثنين وهقول له ان انا عايز التاتا الخاصة به يكون الاسناء فيها مثلا ايمان ماشي و last name احمد تمام؟ و position developer مثلا و salary اي رقم واقول له update تمام؟ قال your data updated طيب الميسج دي جابها منين؟ اولا الميسج دي احنا كريتناها جوه السيرفلت و قلنا له your data updated بعد ما خلاص بعدت له ال data المليانة كريت الميسج و قلت له your data updated بعدت الميسج دي لجي اس بي من خلال request.attribute و قدت له حرف u و رحت جوه ال جي اس بي عشان اطبع و رحت كتبت له ايه الاسم اللي انا كتبته هنا ال string دي و عملت request forward على مين؟ على نفس الصفحة جاب كده السطرين تلاتة دول بيعملوا ايه؟ و وزيفتهم انه بتضعوه لي رسالة بتقول له your data updated بعد ما اليوزري update ال data ترجع له وتقول له your data updated بترجع فين على نفس صفحة ال update لو رحنا ال data base وعملنا refresh وشوفنا ال data طبعا احنا ندخلين ال data دي من المرة لفاتد راح عملني ايه؟ عملني الاسم ايمان احمد developer طب رقم 3 ده بياراته كده غريبة نعمل له update تمام سنقول له رقم 3 ماشي ونقول له ايمان مثلا ايمان احمد مثلا كلهم اسمهم احمد وبالبوزيشن نستركتر ماشي والسلاري اي رقم وهقول له ابدات يقولني يورداتا ابديت تمام نروح نعمل ريفرش تمام دخلي الداتا زي ما انا ايه دخلتها بكده يكون انا قدرت اعمل ابديت لمجموعة من البيانات خاصة بالموظف معين من خلال المسل الخاصة بالابديت من خلال الجي اس بي من خلال السيرفليت بتمنى تكون السيشن سهلة اغلبية الحاجات دي خدناها المرة اللي فاتت اتمنى الناس تجرب الابديت بس الطريقة مختلفة تبعثنا المسال على الجروب تابعونا على الجروب استنونا المرة الجاي السيشن جديدة مع السيليكت والديليت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته